في الحقيقة أنه الدورة التانية من مهرجان العالم عالمين هتشهد عرض مجموعة من المصرحيات بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض أول مصرحية هتكون من بطولة النجم كريم عبدالعزيز مصرحية السندباد ودي هتتعرض على أيام 8 و 9 و 10 أغسطس بشارك طبعا في البطولة نيلي كريم وشيماء سيف ومعاهم كمان مصطفى خاطر مش بس كده كمان في مصرحية تانية في مصرحية التلفزيون وهتتعرض في أيام 15 و 16 و 17 أغسطس من بطولة إمي سمير غانم حسن الرداد والتالتة مصرحية البنك سرقو وهتتعرض في أيام 22 و 23 و 24 أغسطس بطولة الفنان أشرف عبدالباقي وكريم محمود عبدالعزيز وميرنا جميل وبتدور أحداث المصرحية عن هروب أحد المجرمين من السجن وبيخطط بعدها لسرقة أحجار كريمة من أحد البنوك